سيبقى يوم العشرين من إبريل من هذا العام محفوظاً في الذاكرة لوقت طويل كاثنين أسود جديد في تاريخ الانهيارات في البرصات العالمية بعد الانهيار الكبير التي شهدتها سعر النفط الأمريكي وتداولها بالسالب لأول مرة في التاريخ ليدفع بذلك حمل العقود للمستهلك مقابل تصريف بضاعته النفطية في سابقة لم يتوقعها حتى من وضعوا أكثر سيناريوها التشاؤماً وأدى تراجع الطلب على النفط ومشتقاته خلال أشهر الماضية إثر إجراءات الإغلاق في شتى دول العالم في أعقاب تفشي فيروس كورونا بالإضافة إلى مخاوف من تضاول مساحة التخزين لدى المشترين إلى تداول الخام الأمريكي تسليم مايو المقبل سالب أربعين دولار للبرميل لأول مرة في التاريخ وتراجع خامبرينس إلى دون عشرين دولار للبرميل لأول مرة منذ ألفين واثنين وعلى الرغم من الارتفاعات الجيدة التي شهدتها أسعار النفط بعد الأثنين الأسود وتداولها عند مستويات تقارب العشرين دولار إلا أن هناك العديد من المخاوف لدى كبار المنتجين والمستثمرين في عدم قدرة الأسعار التمسك في الوقت الحالي مع استمرار خضر حركة النقل عالميا بفعل تفشي فيروس كورونا